هنا دمشق القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من كتاب الله أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت ولا بيت من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهرون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم العيب ولا أقول إني ملك أعلم لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذذري أعينكم لن يتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تذذري أعينكم لن يتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسكم إن يأذن الله من الله أعيد ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تذذري أعينكم أعينكم لن يتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسكم وقوم لو أعلم بما في أنفسكم وقوموا بما في أنفسكم وقوموا بما في أنفسكم يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جذالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِإِلَّهُ إِنْشَاءُ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِإِلَّهُ إِشْاءُ قَالَ إِنَّمَا يَأْتُمْ بِمُوْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنَوَدْتُ أَنَنْصَ عَلَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْيَكُمْ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ عَلَىٰهُ إِنَّمَا يَأْتَيكُمْ أَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَيْحِ قُلْ إِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ أَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَيْحِ قُلْ إِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي قُلْ إِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوْحِيَ إِلَى نُوعِنَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَذَامًا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُرْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَرَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَرَمُوا إِنَّهُمْ مُرَكُونَ وَيَفْنَعُ الْفُرْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَحِلُّ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا أَجْلَى أَمْرُنَا غَفَارَتْ وَأَرَتْتَ النُّرِ قُلْ نَعْمِلْ فِيهَا مِنْ تُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقُ إِلَّا مَا سَبَقَ وَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ مَنَ وَمَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ وَمَا آمَنَ وَمَا آمَنَ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا يَا بِاسْمِ اللَّهِ مُجْرِهَا وَمُرْسَاهَا وَمَرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَعِيبٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْدٍ كَالْجِبَالِ وَنَاذَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِيهِمْ مَعْزِلِ يَا بُنَيْءِ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى يَوْلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ قَالَ لَا عَاصِمَا لِيَوْمَ مِنَ مِنْ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّا مَرْحِمْ وعال بينهما الموج فكان من الموكين قَالَ سَآوِي الى جَبَلِهِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِبُ قَالَ لَا عَاصِبَ قَالَ يَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْحِمُ قَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ قَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِينَ قَالَ بَيْنَهُمُ مَا أَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعٍ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا ذَا نُوعٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَحْلِي وَإِنَّ وَأْدَكَ الْحَكُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَأَدَكَ الْحَكُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ تلعى على ما سمعنا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر له من كتاب الله تلعى على ما فقتل المشهور